وللمزيد مشاهدين ينضم إلينا من دبي هاني فرق موفد التلفزيون المصري هاني برحب بك يعني بالتأكيد النجاحات التي حققتها رئاسة مصر لقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ سواء فيما يتعلق بالمشاورات التي سبقت القمة أو فيما يتعلق بالقرارات التي صدرت عن القمة خاصة طبعا القرار التاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار كيف رصدتم تفاعل تعاطي الدول مع هذه القرارات سواء في النسخة السابقة أو في النسخة الحالية نعم دعوني ورحمة الله ورحمة الله والسادة المشاهدين أيضا بالفعل انطلقت أعمال قمة مؤتمر المناخ كوب 28 من هنا من دبي من دولة الإمارات العربية الشقيقة حيث تسلمت الراية وتسلمت الدورة الجديدة من مصر صاحبة الدورة السابعة والعشرين دورة شرم الشيخ التي حققت بالفعل كما قلت من جزات تاريخية بالفعل تاريخية كما رصدت من خلال اللقاءات التي قمت بعملها ومن خلال الحوارات الجانبية التي قمت برصدها مع عدد من الخبراء وعدد من المراقبين فيما يتعلق بالنجاحات التي حققتها مصر لا سيما فيما يتعلق بالفعل بصندوق الأضرار والخسائر كيفية تعويض الدول النامية والدول المتضررة من التغير المناخي كان أحد الإنجازات الكبيرة التي أحرزتها مصر حاليا أيضا يتقوم دولة الإمارات بالفعل بالعمل على الاستزادة من هذه النجاحات وذلك بالتعاون ما بين الدولتين خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من المشاورات كان هناك استكمال لكثير من النجاحات التي حققتها مصر في هذا المجال مجال العمل المناخي مجال العمل من أجل الحد من هذا التغير المناخي الشديد العنيف القاتل حتى أنه قيل هنا وبعد التقارير أن 2023 بها ما يقارب من 90 يوم هم بالفعل كما قالوا قاتلين للخورة الأرضية قاتلين للإنسانية إذن نحن نتحدث عن كيفية العمل من خلال هذه المشاورات الخاصة ما بين مصر وما بين الإمارات في كيفية الاستزادة مرة أخرى من هذه النجاحات والبناء في المستقبل دعنا نرصد أولا بعض المشاهد الهمة وهي تسليم مصر هذه الرئاسة من جانب سيد وزير خارجية المصر سامح شكري إلى السيد رئيس القمة الحالية السيد رئيس القمة الحالية الخاصة بكوب 28 سلطان الجابر وكما أوضح التقارير والأخبار التي أوردتمها بالفعل كان هناك تقدير بالغ من جانب السيد سلطان الجابر رئيس الدورة الحالية لكوب 28 ودعنا نقول أيضا فيما تعلق بهذه الدورة هناك عدد من الأهداف التي تسعى إليها خطة رئاسة الكوب 28 على سبيل المسال أجرت رئاسة كوب 28 جوالات عالمية مكسفة خلال الفترة الماضية والتواصل مع عدد كبير من خلال هذه الجوالات والأول مرة قد نرى أيضا أن هناك مشاورات مفتوحة من نوعها الإعداد برنامج فيما يقال الموضوعات المتخصصة الممتدة خلال أسبوعي فعاليات المؤتمر دعني أقول لك أيضا أن قبل الانطلاق الفعلي اليوم والرسمي لهذا المؤتمر كان هناك الأيام الماضية قرابة أربع أيام كان هناك عدد من التحضيرات من جانب الوفود من جميع أنحاء العالم من إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجميع الدول العالم كانوا متوجدين هنا من أجل الإعداد لهذه المفاوضات في المرحلة القادمة والمرحلة المقبلة ولكن دعني أقول لك مرة أخرى أن سلطان الجابر رئيس الدورة الحالية قال لابد من التعاون مع الجميع لابد من الخراط أكثر من جانب القطاع الخاص هذه رؤية الإمارات هذه المرة في هذه المرحلة ضرورة العمل معا ليس فقط من جانب الحكومات ولكن أيضا من جانب الجهات الخاصة الممولة والمستثمرة وكيفية تحويل هذه التحضيرات أيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه من الاجتماعات الهامة على هامش هذه النسخة من مؤتمر المناخ كوب 28 في الإمارات هاني فرق من دبي كنت معنا شكرا شكرا